السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على تطبيقات الكتابية الصفحة رقم 70 كتاب كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي إذن أنجز على دفتاري أرسم الهمزة المناسبة فيما يأتي إذن درس ليش بناديا الهمزة الوصل والقطع إذن أذهب هنا الهمزة دي القطع تكتب وتنطق في أول الكلام هنا همزة القطع يعني تنطق في أول الكلام وفي وسطه في مكان كتنطق عكس همزة الوصل التي تنطق فقط في أول الكلام ولا تنطق في وسطه إذن أذهب إلى هنا إلى كنسمع النطق ديال الهمزة إذن همزة قطع أذهب إلى المسرح هنا جات همزة الوصل في الوسط إذن أدن كتبها وما نطقهاش إلى المسرح كل أسبوع أو همزة القطع رفقة بني عمي هنا همزة الوصل في الوسط ما عدش تنطق رفقة بني عمي وبناتي خالتي أيضا هنا همزة وصل أتم ملقى الجدول بوضع علامة في المكان المناسب إذن هنه غنوضع الفعل ونحددوه هل هو لازم أو متعدي أحب قراءة القصصي أين هو الفعل هو أحب نكتبوه أحب باش نعرفه واش لازم ولم متعدي قد ندخلو عليه كلمة الاستفهام أو أداة الاستفهام لماذا ماذا أحب إذن جواب أحب قراءة القصصي إذن قراءة مفعول به وبما أن الفعل يتعدى إلى المفعول به فهو فعل متعدي فرح الولد كثيرا أين هو الفعل هو فرح قد ندخلو عليها أداة الاستفهام ماذا فرح الولد فإن هذا الفعل لم يقبل هذه الآدات هذه ماذا فرح الولد إذن هنا فرح هذا الفعل هذا اكتفى فقط بالفاعل فرح الولد إذن فهو فعل لازم شاهدت مصرحية جديدة أين هو الفعل هو شاهدت 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 فعل ماذا شاهدت قلنا ماذا شاهدت شاهدت مصرحية إذن مصرحية مفعول به إذن فهو فعل متعدي قرأت قرأت ماذا قرأت 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 الجريدة إذن جريدة مفعول به والفعل الذي يتعدى إلى المفعول به فهو فعل متعد مفعول به مفعول به أمام مفعول به إذن هذا نعمة فهو فعل لازم شجع 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 الأستاذ التلاميذ إذن ماذا شجع الأستاذ شجع الأستاذ التلاميذ إذن فعل متعدي اجتمع 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 المتظاهرون اجتمع المتظاهرون هنا هذا فعل لازم ما نقدر لاش قول ماذا اجتمع المتظاهرون إذن هذا فعل لازم يعني اكتفى بالفاعل فقط قدم قدم المذير الجوائز ماذا قدم المدير قدم المدير الجوائز إذن قدم فعل متعدي مر السؤال الموالي احيط الفعل الصحيح فيما يأتي إذن تصدي الفعل الصحيح والمعتل قلنا الفعل الصحيح هو ما سلمت حروفه من حروف العلة والألف والياء والفعل المعتل هو الفعل الذي يتضمن حرفا من حروف العلة إما الواو أو الألف أو الياء هذه حروف العلة إذن قاعد قاعد ما تلاحظوش فيه الواو والألف أو الياء إذن هذا فعل صحيح قام قام عندنا فيه الألف إذن معتل مد هذا فعل صحيح مضعف قارأ إذن هذه ماشي الألف هذه الهمزة فعل صحيح مهموز قارأ وقف فعل معتل فيه الواو سائمة فعل صحيح راقاد راقاد هذا فعل أيضا صحيح ما فيه الحروف العلة أكال أكال فعل صحيح مهموز مضى فعل معتل كاللاحظو هنا الياء عوى أيضا معتل وعدى فعل صحيح مضعف فيه التضعيف وتم مالأجدول كما في النموذج إذن هنا لقدنا الأفعال سنحددوا هذا الفعل الصحيح كلهم أفعال صحيحة سنحددوا هل هو سالم مضعف أو مهموز ثكب فهو فعل سالم يعني خال من الهمزي والتضعيف شد 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 فهو مضعف جأر جأر فهو فعل مهموز مالأ أيضا فعل مهموز يتضمنوا الهمزة عد عد بحل شد مد إذن فعل صحيح مضعف خارج فهو فعل سالم آمار فهو فعل صحيح مهموز فيه الهمزة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة شكرا وإلى اللقاء ونذكركم بأنني كان يعني الدروس أو الحصة اللي كان ننزلها هنا على اليوتيوب كان ننزلها لكم أيضا على الصفحة ديالي على الفيسبوك اللي كانت تحمل نفس اسم القناة اللي هي على خطة النجاح كان نتمنى أنكم تنضموا لها وتخلوا لي الاشتراك ديالكم والتعاليق ديالكم إذن على خطة النجاح صفحتي على الفيسبوك شكرا